وعودة مشاهدين الكرام إلى الخبر الخاص بكلمة السيدة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أمام مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان حيث تنضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذة نسرين البغدادي عضوة المجلس القومي للمرأة أهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك إذن دكتور مايا مرسي ركزت على أن المرأة شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عهدا جديدا فيما يتعلق بحقوق الإنسان وفيما يتعلق أيضا بدفع لتمكينها كيف قرأت كلمة الدكتورة مايا مرسي وأيضا إنعكاس هذه الكلمة على مستوى العالم خليني أقول لحضرتك بعض من النقاط السريعة أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها بإرادة سياسية أن المرأة المصرية قد أحرزت تقدما خلال سنوات سبع لم تحرزه من قبل أن المرأة المصرية بعد أن كان يخطط إلى تهميشها وإقصائها عن المشهد العام واقتصار دورها في مجال الأسرة فقط في إطار العام الظلامي تم الآن وجودها على المستويات كافة أن المرأة المصرية تم اقتحمها لمجالات كانت تحارب من أجلها ما يقرب من سبعة قرون ثم دخلت الآن في النيابة العامة وأيضا في مجلس الدولة أن المرأة المصرية تعكس الصورة الحقيقية لتقدم المجتمع المصري لأن وضعية المرأة لا شك أنها تعكس مدى التقدم الحاجس وأن تقدير دور المرأة هو تقدير أيضا المجتمع لها في المجالات كافة دكتورة نسرين حضرتك ما تفضلتي بذكره الآن هو ما أكدت علي الدكتورة مايا مرسي مدى أهمية تأكيد هذا الواقع الجديد بالنسبة للمرأة المصرية في المحافل العالمية يعني كيف يكون إنعكاس هذا مستقبلا وما هو إنعكاس هذا أيضا على صورة مصر أمام العالم خلينا أقولك أن هذا التقرير جاء بعد سنوات عشر يعني إحنا بأن عشر سنين لم نقدم تقرير عن وضعية المرأة بخصوص القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكون إن أنت تحريزي هذا التقدم في ملف المرأة هو أيضا صورة مشرقة أمام العالم اللي بيقدر هذه الجهود واللي بيترتب عليها علاقات ما بين الدول وتصنيف مصر ووجود مؤشرات متقدمة جدا لمصر في المجالات كافة وأيضا تقدم في مجال ملف حقوق الإنسان لأن وجود المرأة وحصولها على حقوقها باعتبارها إنسان هو تقدم كبير جدا في هذا الملف وأيضا أن يتم إدماج النوع الاجتماعي في جميع القطاعات في الدولة أيضا هو تقدم كبير جدا في إطار أن إحنا بنقدر المرأة وعايز أقول لحضرتك أن في إطار المجلس القومي المرأة حينما تم إعلان عام 2017 عاما للمرأة المصرية وتتشينه بإطلاق فخمة رئيس الجمهورية بإطلاق استراتيجية تفكين المرأة 20-30 وهي تعتبر الأولى من نحة وقد أشرت إلى ذلك أن الأمم المتحدة إلى أن مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها في إطار أهداف التنمية الإستدامة إذن نحن نحقق خطوات واسعة نحن وتمكين المرأة بكل تأكيد شكرا جزيلا لك عضو المجلس القومي المرأة دكتورة نسرين البغدادي